معركة دبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتردد صداها في أروقة الأمم المتحدة سببها إجراءات عقابية اتخذتها تل أبيب ردا على الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية كي تصدر رأيا استشاريا حول شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية نحو تسعين دولة عبرت عن قلقها العميق إزاء الإجراءات العقابية ودعت إسرائيل إلى التراجع عنها فورا وكان لافتا أنه من بين المواقعين على هذا البيان دول كانت قد امتنعت عن التصويت أو عارضت قرار إحالة طلب الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية مثل ألمانيا وإستونيا وخلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا وافقت 87 دولة على القرار الذي دعا إليه الفلسطينيون بينما رفضته 26 دولة وامتنع 53 بلدا عن التصويت ومن أبرز العقوبات التي اتخذتها إسرائيل ردا على ذلك حجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية وتحويل هذه الأموال إلى برنامج تعويض عائلات تقول إسرائيل إنهم قضوا في هجمات فلسطينية ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياه الخطوة الدبلوماسية الفلسطينية بأنها متطرف ومناهبة لإسرائيل في الأمم المتحدة وبغض النظر عن طبيعة الرأي الذي ستصدره محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية فإن الأحكام الصادرة عنها ليست ملزمة قانونا لكن لها تأثير لافت على الرأي العام الدولي موسيقى